اشتركوا في القناة انا ضعيف أبا قوي او قدر اقول انا بالرب الضعيف قوي وارالك من اصحاح اتناشر عبرتين تانين برضو عن الضعف في اية رقم خمسة بوليس بيقول لا افتخر الا بضعفاتي لا افتخر الا بضعفاتي وهنا في بداية اية عشرة لذلك اصر يعني افرح بالضعفات وفي اخر عدد عشرة حينما انا ضعيف فحين اذن انا قوي ده السبب اللي بيخليه مش هيفتخر الا بضعفه ومش هيفرح وهيفرح بضعفه مية في المية مش المقصود بالضعف ده ان انا ابا منهزم من الخطيئة مش ده المقصود لان المؤمن بالرب لازم يبقى عارف ان الخطيئة لا ليس لا سلطان عليه في اية بتقول كده الخطيئة لن تسودكم ومش مقصود بالضعف ده ان انا ابا ضعيف امام الشيطان لاني بوليس مش هيفتخر انه ضعيف امام خطيئة ومش هيفتخر انه ضعيف امام ابليس المقصود بقى بالضعف حاجة تانية انك لما تتحط في موقف وتلاقي امكانياتك ضعيفة امام هذا الموقف يعني مثلا في موضوع محتاج فلوس انا ما عنديش الفلوس دي اعمل ايه ضعيف ما عنديش فلوس ضعيف في هذا الموقف في موقف يحتاج فلوس موقف يخص ابني موقف يخص علاجه محتاج فلوس ما عنديش فلوس اعمل ايه ابص للرب اقول له انا الضعيف القوي انت هتتمجد في ضعفي زي ما قال تكفيك نعمتي الرب قال له كده قال له هتشوف قوتي في ضعفك حينما حينما انا ضعيف في ذاتي ضعيف ما عنديش فلوس انما بالرب الفلوس مش هتبقى مشكلة ودي لك مثل من الكتاب المقدس طبعا اقوى اقوى امثلة هي امثلة الكتاب المقدس حينما انا ضعيف فحين اذن انا قول اقول اقول لك مثلين مش مثل واحد مثل جي في زين الار يعقوب يعقوب وهو هربان من عيسو ضعيف ما عندوش ناس تحرصه ونايم في الصحرة ما رضيش ينام في البلد لان في البلد هيتعرف مكانه هيجي عيسو وكان عايز يقتله وهايموته فهرب هرب نام فين في الصحرة ضعيف ما عندوش حد يحميه والصحرة مليانة تعبين زئاب حيوانات مفترسة مكان صعب بس يعقوب يقدر يقول ايه بقى انا الضعيف القوي في ظروف دي انا ضعيف لكن انا قوي بالرب الرب بعتله ملايك لحمايته مثل اخر موسى واحد واكلم مين اكلم شعب اتنين مليون اللي انت عايز هطلع واكلم فرعون ازاي الرب قال له ايه انا اكون مع فما يبقى موسى بيه الضعيف القوي هيشوف عمل الرب معاه وهو بيتكلم موسى ضعيف في ذاته وهو ضعيف يقولك كده يعني موسى يعمل ايه بعد الموقف ده بعد ما تكلم مع فرعون وتكلم مع الشعب وتكلم بسلطان يقول اه كل ما هشعر بان ضعيف اوصل الرب واقول مش هنهزن بسبب ضعفي مش هفشل بسبب ضعفي ليه لان الرب هيقيدني بنعمته هيقيدني بقوته حينما انا ضعيف فحين ازن انا قوي في شغلك بتحط في مواقف تشعر ان المواقف اقوى منك وضعيف افرح بده افرح بالضعف ده وافتخر تفتخر ايه زي افتخر انا ضعيف قدام النت اه متى بتفتخر عشان هتشوف عمل الرب معاك هتبقى الضعيف القوي الرب بعتك مكان للخدمة والمكان ده صعب محتاج مجهود تقول اه بس انا جسدي على قدي يعني ما عنديش عضلات ما كنتش بالعب رياضة طب ازاي هاخدم في البلد دي ودي محتاج ماشي كتير وكده بس مش الرب اللي بعتك هودا الضعف اللي تقول فيه حينما انا ضعيف فحين اذن انا قوي ام الرب عطاها اولاد قدام اولادها شعر مجودها قليل ضعيفة تعمل ايه توصل للرب وتقول الاية دي انا ضعيفة صحيح ازاي ازاي اصهر مع ده وازاي اشو اراجع الدروس مع اخوه وانا صحتي على قدي لا انت بس صحتك على قدي تقول انا كده انا انا جسدي ضعيف اقول 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 حينما انا ضعيفة فحين اذن انا قوية افتخر بضعفاتي ومتحل علي قوة المسيح بيقول كده افتخر بالحاري في ضعفاتي ايه رقم تسعة لكي تحل علي قوة المسيح عزيزي المشاد احفظ هذه الكلمات حينما انا ضعيف فحين اذن في نفس اللحظة انت تقول انا ضعيف هتلا نفسك قوي تعال معي الان الى سفر الخروج اصحاح تسعة تاشر الرب زي زي واحد عنده كنز كده هعتز بيكم وانت تشعروا بكده ويخليكم مملكة كهنة مملكة بتاعة كهنة يعني ايه يعني مملكة تقوم بالكرازة للشعوب المحيطة لان ده دور كان انه يعلم ومملكة كان يعني هتصلوا كده صلوات مقتدرة لفائدة برضو الشعوب المحيطة وهتبوا امة مقدسة هتبوا امة مخصصة ليا يعني انتوا استخدمكم استخدام غير عادي من اجل الشعوب اللي حواليكم بس ده يحصل امتى ربا بيقول لو التزمتم بالعاد وسماعتم للصوت لما نرى قصة تاريخ الشعب اليوود نلاقيه لا التزم بالعاد اللي قطعوا على نفسه ولا عاش طائع لوصايا الرب عشان كده ما اصرش في الشعوب ما كانش بركة للشعوب اللي حواليه ده اتأذى من الشعوب اللي حواليه يعني عزيزي المشاهد لما بنعيش صح مع الرب نبى بركة لغيرنا ونجيب نجيب ناس للرب لما نعيش في الخطيئة الناس تأثر علينا والحزن بتاعهم يتنقل لنا والهم بتاعهم يتنقل لنا والغضب اللي فيهم يتنقل لنا والخوف اللي فيهم يملانا ده لما نعيش في الخطيئة لما نعيش غلط وأقول لك حاجة من مزمور المزمور الشهير اللي هو مزمور واحد وخمسين داود قال ايه في آية 13 فأعلم الأسمة طرقك والخطاه إليك يرجعون يرجعون يعني قال له أنا هعلم الخطاه أنهم يتوبوا ويعرفوك يا رب ويسلموا حياتهم ليك بس إمتى دا فاء أعلم الفئة دي إمتى لما أنا أتوب وأتغير لأنني أبليها قلبا نقيا أخلق فيه الله دا المزمور اللي قاله مزمور 51 اللي قاله يعني فيه تبته عن الخطيئة اللي وقع فيها فهنا قال إمتى داود هيعلم الأسمة لما يتوب ويتغير ويبع جوا إصرار أنه ما يكررش الخطيئة دي تاني ويبقى جوا قلب نقي قلبا نقيا أخلق فيه الله روحا مستقيما جدت فيه داخلي لما يجيه فرح الرب رضي ليه بهجة خلاصك لما يبقى كده يبقى أثر في الناس شعب اليهودي ما قدرش أثر في الشعوب المحيطة لأنه ما التزمش بالعهد وما قدرش أو مطاعش وصايا الرب قلنا الامتياز ده اللي هو هنا شايفينه مشروط موجود لنا في العهد الجديد بس العهد الجديد بمعنى آخر ويعني هنا هيبقوا كنز الرب السمين بإيه لما يسمعوا صوت الرب احنا بقينا كنز الرب السمين ليه ليه الخاصة دي شفنا ده فيه رسالة طيتوس نتيجة ان الرب مات من اجلنا نتيجة ايماننا بالدم السمين نتيجة ان احنا بنا الخلاص بقينا زي ما قال بوليس في رسالة افاسوس بقينا مراس الرب يعني احنا كان الرب ورسنا احسن المراس ده زي ما قلت لك اغلى حاجة اغلى حاجة في عينين اللي خد المراس اغلى حاجة المراس ده جاي من ابوه من جده فالرب لما جناله وامان نبي بقينا اغلى حاجة عنده يبقى هنا في فرق بين العهد القديم والعهد الجديد العهد القديم كل حاجة بتدفع تماما يعني انت عايز تبقى كنز الرب الخاص طيع الوصاية واعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا في العهد الجديد لو انت عايز تبقى كنز الرب الخاص اقبل اللي عملوا الرب اقبل موت الرب من أجلك على الصليل اقبل دمه السمين أنه بيطعر من كل خطية اقبل حب الرب تبقى كنز الرب الخاص وقرينا الآية دي ولا منع أرناها في الحلقة اللي فاتت ولا منع أن نكررها لأهميتها آية مهمة جدا يبقى في العهد الجديد أنا بقيت كنز الرب بإيه بالنعمة في العهد الجديد بالنعمة بقبول النعمة أنا قبلت النعمة طيب في العهد القديم في العهد القديم كانت بشروط بأعمال اعمله كذا وكذا وفشل الشعب فما بقاش كنز الرب الخاص ما بقاش قادر يأثر في الشعوب اللي حواليه نقرأ الآية اللي فيه رسالة بولس الرسول إلى تيتوس ورسالة تيتوس بالمناسبة دي واحدة من ثلاث رسائل تعرف بالرسائل الرعاوية رسائل الرعاوية عبارة عن ثلاث رسائل لأنها رسائل عن رعاية الكنيسة مكتوبة لناس قادة رسالة تموساوس الأولى والتانية ورسالة تيتوس آرى الآية عن الرب يسوع يقول مخلصنا يسوع المسيح آية 13 صاح 2 بعد آية 14 الذي بزل نفسه لأجلنا عشان إيه عشان يطهر لنفسه شعبا خاصا يبقى أنا بقيت من شعب الرب الخاص نتيجة إيه نتيجة أن أطاعت الوصايا زي العهد القديم لا وقل له كنت هفشل لأن إحنا عاجزين أن نطيع الوصايا 100% وهتعصر إنما أنا بقيت من شعب الرب الخاص في العهد الجديد نتيجة أنا قبلت العمل الرب معي يقول لك الذي بزل نفسه لأجلنا لكي يفدينا من كل إزب ويطهر لنفسه شعبا خاصا غيورا في أعمال حسنة عزيزي المشايد إذا كنت لحد الوقت ما فتحتش قلبك للرب يسوع افتح قلبك للرب اقبل الخلاص اقبل موته من أجلك عشان تبقى من شعب الرب الخاص وقلنا كلمة خاص دي تعني إيه الكنز تبقى من واحد من الجوهرة اللي لو استخيرنا أن الكنز ده عبارة عن جوهرة تبقى جوهرة من الجوهر السمينة التي يمتلكها الرب أو تبقى جوز إيمان بحسب رسالة أفاسوس ميراس الرب طيب في خروج 19 كان لو أنت عملتوا كذا وكذا هتبقوا إيه مملكة كهنة وأمة مقدسة ده في العهد القديم مفشل الشعب في العهد القديم أنه يبقى كده لأنه ما قدرش يلتزم بالعهد وما قدرش يطيع الوصائل لأن ده هنا وعد مشروط ده في العهد القديم طيب في العهد الجديد في العهد الجديد بقى نروح لرسالة بطرس الأولى ونتأمل في الرسالة الأولى في الأصحاح الثاني في الأصحاح الثاني بيقول إيه أي أربعة الذي استأتون إليه وهنا تأتون إليه يعني تيجوا للرب استأتون إليه يعني أنا لازم آجي للرب باستمرار لازم آجي باستمرار للرب الذي استأتون إليه آه الخاطب يجي للرب وياخده الخلاص وبعدين بعدين يستمر يجي للرب الذي استأتون إليه إيه لا يحصل استأتون إليه الرب المرفوض من الناس هيبقى ليكم وبعدين يقول لهم إيه دي آية أربعة آية خمسة يقول لهم كده أكونوا حجارة حية بيتا روحيا كهنوتا مقدسا يعني أنا بيقول لهم أنتوا بيقول لكل المؤمنين كونوا كهنوتا مقدسا عشان أنا خلتكم كهنة في العهد القديم في شرط عشان الشعب يبذي كله كهنة أو يقوم بدور الكهنة في شرط أن يلتزم بالعهد اللي هيقطعه في سيناء أنه يطيع الوصايا والشعب ما قدرش فعشان كده ما بقاش لكن هنا بقى المؤمنين في العهد الجديد كلهم كهنة وعندنا الآية العظيمة اللي في أول سفر الرؤية في الأصحاح الأول وجعلنا آية 6 ملوكا وإيه وكهنة لله أبيه وجعلنا ملوكا وكهنة لله أبيه طيب إزاي إحنا في العهد الجديد ده بيه إجعلنا ده عطية ما خدناهاش نتيجة أنه إحنا قطعنا الوصايا خدناه نتيجة إحنا إبننا اللي عمله الرب على الصليب إبننا الخلاص إبننا إنه هو مات من أجلنا وصدعنا إن خطيانة تغفرت بقينا كهنة طيب كهنة نعمل إيه هنعمل حاجتين الحاجة الأولى لتقديم زبائح روحية مقبولة عند الله بيسوع المسيح يبقى إحنا في العهد الجديد زي ما الكاهن كان بيدخل في العهد القديم بعد ما الرب عمل بقى نظام الكهنوت ويختار صبط اللاوي و نسل عارون عشان يبقوا كهنة الكاهن كان بيدخل يقدم زبائح يعني بيروح خيمة الاجتماع عشان يقدم زبائح إحنا في العهد الجديد كلنا كان وكلنا نقدم زبائح كلنا كل المؤمنين سواء رجل أو امرأة يعني الامرأة كان في العهد الجديد بكل تأكيد ليه؟ لعنى ده هي إبلة الخلاص إبلة غفران الخطايا فبقيت كان تعمل إيه؟ ككان تقدم زبائح روحية تقول لي إيه زبائح روحية؟ تسبح الرب دي أحدى الزبائح روحية تهتم بالفقراء وتوزع من ممتلكاتها من أموالها لتزديد احتياجات الفقراء يبقى دي زبائح روحية وده اللي قال قالت رسالة العبرانيين لما شرعت ما هي الزبائح اللي منقدمها ككانة وحاجة كمان مهمة جدا 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 لكي تخبروا ده في نفس الجزء بفضائل يعني بالحاجات الحلوة الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب يعني أنا ككاهن أنت برضو كاهن لو مؤمنة أنت كاهن ده هتقوم بالضرية ليك امتياز أنك تدخل إلى عرش الله لنا ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع زي ما كانوا بدخلوا أيام هارون وبعد كده بعد سليمان كانوا بدخلوا الهيكل هيكل سليمان ليك هذا الامتياز أنك تتقدم الزبائح ككان بس ليك امتياز ثاني أنك تخبر تخبر بالحاجات الحلوة بمحبة الآب بمحبة الله بمحبة الرب يسوع بشفاء الرب بتحرير الرب لتخبره بفضاء الحاجات الحلوة الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب لأنه كان لدورين يقدم زبائح ويكرز ويشهد ويعلم باسم الرب يسوع إحنا في العهد الجديد نبقى إحنا مملكة كحنة وأكمل معاك في الحلقة القادمة الرب معك إلى كل أحبائنا المشاهدين نقدم لكم كتاب لا دينون الآن هدية مجانية من خدمة أنهار الحياة عند التلقي مرسلاتكم هيا اكتبوا لنا اليوم دون تأجيل وشاركونا بتعاملات الرب معكم من خلال البرنامج أو بأي استفسارات أو طلبات خاصة نصلي معكم من أجلها رسلونا على البريد الإلكتروني mail at pastordaniel.org أو العنوان البريدي أنهار الحياة صندوق بريد 3030 الحرية هليو بوليس القاهرة كمهورية مصر العربية أو ريفرزوف لايف بيو بوكس 433 غرينفرد يو بي 5 9 بي جي يو كي أو ارسلوا لنا بريداً صوتياً أو رسالة اسمس على 012 اكليم خمسمائة سبع وسبعون ثمانية وثمانون وأخيراً ندعوكم لمتابعة ما يقدمه موقع خدمة أنهار الحياة الجديد باستمرار على www.pastordaniell.org أربوا معكم وإلى لقاء في حلقة جديدة من برنامج شخصيات كتابية ترجمة نانسي قنقر